أفاد تقرير لبناني بأن الوسيطة الأمريكية في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت عصر اليوم وستكون له مجموعة من اللقاءات التقنية والخاصة غير المعلن عنها ووفق وسائل الإعلام اللبنانية فإن الوسيطة الأمريكية سيلتقي عددا من المسؤولين الذين هم على صلة بملف الترسيم من أمنيين ودبلوماسيين ومستشارين كما يلتقي هوكشتاين صباح غد رئيس الجمهورية ميشيل عون وانطلقت محادثات في شان ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في عام 2020 وعقدت عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم المتحدة إلى أن العملية متعثرة منذ مدة